لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الملك اليوسفي المحلل السياسي اليمني دكتور عبد الملك أهلا وسهلا بحضرتك ما من قتال أو حرب إلا وله كلفة بشرية يتعين التعامل معها باعتبارها من بين أهم المخاطر التي يتعين توخيها في أي حرب كيف يتم التعامل من قبل قوات التحالف العربي والجيش اليمني مع هذا العامل كما قلت فاتورة الدم بين المدنيين والكلفة الإنسانية للحرب هي أهم عناصر التي تحد هي عامل الحد من تحرك المعركة المعركة تستمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف إلى الآن العامل الوحيد الذي أدى إلى طول المعركة هو هذا العنصر عنصر الكلفة البشري لأنه التحالف العربي والقوات المسلحة اليمنية تواقه عصابة إجرامية لا يهمها فاتورة الدوم بل تحاول تصعد في فاتورة الدم وتزيد منها وتقصر المدنيين عمال على بطال تحاصر الناس عمال على بطال وثرفها الكارثة الإنسانية من أجل أن تعطي مادة إعلامية لشبكة ناعمة من الذين الذين فترين حقوقيهم في الأخير هل نجحت في ذلك منذ إدراك أن هناك تراجعا على جبهة الدريهمي وصولا للحديدة هل نجحت ميليشيات الحوثي في نصب هذه البكائيات التي أدركت الآن أن هناك بشر وأن هناك معينا بشريا ربما يفقدوا في هذه المعركة استراتيجية التحالف العربي من أنظف الاستراتيجية التي ممكن أن يتكلم عنها في الحروب الحديثة الذي ينظر إلى الاختراكات العسكرية وطبيعة الأماكن التي يركز عليها التحالف العربي يجد أنه يركز كثير على المناطق الغير مهولة بالسكان فهذه لها كلفة عسكرية مرتفعة وتحديات عسكرية مرتفعة تحتاج إمكانيات عسكرية مرتفعة من أجل تحقيق هذا التحدي ودعنا نلاحظ المعركة من بداية عند إطلاق معركة تحرير حديدة قبل بداية شهر رمضان رسميا من التحالف العربي ومن الخوخة كان هناك طريقين هناك الطريق الذي يمر شرقا من طريق تعز الحديدة حيث هناك التجمعات السكانية التي في القراحي في زبيد في بيت الفقيف في الحسينية ثم المنصورية ثم الحديدة وكانت كل الناس توقعون أن تكون المعارك في تلك الأماكن لأن فيها الأماكن التي يسيطر عليها وهنا لكي طريق الشاطئ وطريق الشاطئ مليء بالألغام بشبكات ألغام بردية لعل ما قصته من سؤال الدكتور عبد الملك مسألة أن يروج إعلاميا أن هناك مشكلة وأن ميليشيات الحوثي إنما تقشى أكثر ما تقشى المعين البشري والدم الذي يهدر ويراقف هل نجحت في الترويج لذلك؟ لم تنجح أستاذ لم ينجح فعلهم لأن الفعل من التحالف العربي كان نصور البيض ودعني أكمل التفاصيل لأن تلك التفاصيل الناس تراقبها وترى واحد يوغل في القتل ويريد الذهاب في القتل وواحد يستخدم كل التكتيكات الأسكرية لتحاشي المدنيين دعني أكمل ما بدأت لك من التفاصيل ستجد أنه اتجه إلى الشاطئ بعمليات إنزال البحري الاتجاه إلى طريق الشاطئ كان الميزة الوحيدة أنه غير مقتض كثيرا بالسكان ستجد أن الالتشافات وعمليات الإنزال البحري وكل هذه تكلفتها العسكرية مرتفعة لكن لها تكلفة بين المدنيين قليلة ولذلك توجه التحالف العربي الحديدة عندما ننظر الآن إلى مسرح العمليات تجد أنه مسرح العمليات كله يدور حول مناطق كليلة الكثافة السكانية المطار بحق شمال المطار ثم الاتقاه إلى كيلو 16 وصلت القوات البسلحة وصلت إلى شارع صنعاء شارع صنعاء هذا هو قلب عاصمة قلب الحديدة كان بإمكان القوات المسلحان تستمر من شارع صنعاء باتجاه الميناء لكن التفت شرقا واتجهت باتجاه كيلو 16 حيث الكثافة السكانية المنخفضة الحوثيين يحاولون القر إلى حرب شوارع هم كما قال عبد الملك الحوثي سيقاتلون إلى يوم القيامة لا يهمهم فاتورة الدم لا يهمهم الفاتورة المدنية في حين أن التحالف العربي بمناسبة حديث عبد الملك الحوثي والرجل بات يطل كثيرا في ضوء الإخفاقات المتلاحقة التي باتت تطارد عناصر ميليشياته الرجل وميليشياته والمكينة الإعلامية التي تعمل وتنشط إلى جواره كانت تقلل كثيرا من حجم ما تم إنجازه من قبل التحالف العربي وتقول أن قوات الشرعية والتحالف لم تسيطر إلا على النظر اليسير وأغلب ما تسيطر عليه مجموعة من الصحار التي لا قمت لها على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى الميداني في دنيا المعارك أن يخرج عبد الملك الحوثي ليقول أن اختراقا واحدا لا يعني أننا هزمنا أن أزمة واحدة حتى وإن كانت في جبهة الدريهمي أو الحديدة لا تعني أن هناك إخفاقا متكاملا وبأننا سنعيد التموضع وننتصر وما إلى ذلك هل الرجل يقول الأمور بالفعل كما هي على حقيقتها ولا المسألة فقط مرتبطة بالشحن المعنوي لمقاتلين يا أستاذ إذا كان جوبلز قال اكذب اكذب حتى يصدق كل الناس الحوثيين انتقلوا إلى نساق آخر اكذب اكذب حتى تصدق نفسك إعلام الحوثيين قناة المسيرة لا زالت إلى الآن تتحدث عن معارك حول عدم لا زالت تتحدث عن معارك في المخاوة يقتل تنظر منهم الكلام عن معارك في العديدة هؤلاء يكذبون كما يتنفشون للأسف السديد يعني الذي يراجع قناة المسيرة قناة الميادين والقناة اللي من دار في فلكها يجد انه يعني نقلوا لنا كان يروح المصور الحربي وينصب بورتها كذا ويكتب جيزان عسير ودوشوا الناس ثلاث سنواتهم يتكلمون عن معارك وأنهم قد عينوا محافظين لنقران عسير في السعودية لا هذا الحد القنون والغباء يعني لدرجة أنهم يكذبوا كذبات لا يمكن أن يعني هي في الأخير تصلح نكتة تصلح أثي أثي زي ما أولو هنا في مصر أثي لكن تصلح إعلام حربي ويصدقوا أنفسهم لذلك هم ما همش يصدقين الذي يحصل في الحديدة وإعلامهم يتحدث إنه ما همش معارك في الحديدة وحتى لو في معارك في الحديدة إلا بس إلا كلام فبالتالي هم يكذبون ويكذبون على نفسهم وعلى الناس الذين معهم لهم يكذبون الوقاعة سننتظر إذن تتمت هذه الوقاعة فيما بعد مطار الحديدة وصولا إلى عمقها شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الملك اليوسفي المحلل السياسي